وقت قريل إن أنا أشيل الرحم فمعنى كده إن أنا عمري في حياتي مع أمه الحتة دي قد إي حساسة بالنسبة لي وقولي إن أنا كنت بأخذ حق وقولي إن أنا بأشرب حشيش نظار هو لقال كلام ما كانش مفروض يتقالي بآخر شيخ عرفين هتعمله حرية فرغالي من ورنا النهاردة في وش يا مبسطني إحنا معايك النهاردة في كواليس المصرحية قريبونزل بالمصري مش بالعربي شفتي إيه اللي شدك في المصرحية وكمان أنا شفت الأطفال يعني كلهم بيطلعوا لك وكلهم متفاعلين أنا تخضيت إنتي كنت حاسة؟ أنا أنا مش اتخضيت أنا مكنت مش مصدقة نفسي لأن أنا أول مرة في حياتي أعمل حاجة للأطفال وفي نفس الوقت ما كنت شفت خلال الرياكشن بتاعهم ما يبقى كده وسأنا سعيدة جدا أنا مش أشتغل معاهم ونفسي أفضل معاهم على طول بصراحة يعني بصوصة إن أعجابهم المصرحية الأطفال بيطلبوا منك يعني أنا شفتهم كتير أعتقد المصرحية دي يعني أول مرة أنت تطافي على المصرح بس أول مرة تطافي على المصرح وتبقى مصرحية لأطفال أكيد لها حاجة معينة عند حرية أيوة أنا كان مريت بفترة صعبة كده في آخر أيام كان نفسي قوي أن أنا أرتبط وأعمل عيلة وفي عندي أولاد وبنات لكن ربنا مقردش وكان لازم بسرعة في وقت قولي لأن أنا أشيل الرحم فمعنى كده أن أنا عمري في حياتي مع أم وعمري معي عندي عيلة وعمري معي نجوز يعني جالي اكتئاب وكنت باعيط ودعلانة جدا أنا حياتي كلها كان نفسي أجيب أطفال وأعوضهم عن الحاجات اللي أنا أتحرمت منها أنا أنا صغيرة مثلا وأعيش معيهم ما حصلش فسبحان الله لقيت السيناريو ده جايلي وللأطفال فحسرت أن ربنا زي ما يكون بعيط لي هدية وانتي موجة تبقي مع الأطفال وليس كذلك يؤمنك فوافيتها على طول من غير ما يفكر وبعدين أريد أن أقولك على حاجة هو المسرح مع الأطفال مش سهل خالص يعني الأطفال أكتر بكتير من الكبار الحمد لله يا رب انهم عجبهم وانهم حبوني الحمد لله ما كنتش متوقعة خالص كده جمهوريك دايما بيقف ضهرك وده مش كلام ممكن الفنانين بيعود يقولوا كتير لما طلعت من مؤخرا في القاءة تلفزيوني مع باس مواهبة الناس هي اللي دفعت عنك قبل ما انت حتى تطلعت وإلي انت متضررة من كلامها ده شفتيه ازاي شفتيه هما اللي دفعوا عنك أصلا الحمد لله الجمهوري حاسس بي وأنا ما بخبيش عنهم أخباري دايما ودايما أول باول مولوهم على أخباري لما عملت 29 عملية واخرت أربع عمليات في أمريكا وكنت على طول معي وكل عملية بنزل صوري وأنا كويسة أنا بقيت أشم أنا بقيت أستطع أنا بقيت أتنفس فالناس كلها عارفة موضوع مناخير حرية دي بسببت لها مأساة كبيرة في حياتها بسبب الحادثة اللي حصلت لي فلما رحت البرنامج بتاع باسما انتي عارفة يا باسما يعني الحتة دي قد إيه حساسة بالنسبة لي وخصوصا إن أنا مش رادية مليون في المية عن شكلها بس أنا أهم حاجة كان عندي إن أنا أصطها مواشم أنا فعدت سنين طويلة باشم بس بتنفس من بقي يعني بشتري بارفونات بالإزازة شكل عامل كيف عاش عارفة الحتة إيه باكل مش عارفة نطعم إيه سنين يعني فالحتة تي من نسبة لي يعني ناصد ضعفي ما يفعش أن أنت السؤال اللي أنت سألتولي في الآخر ده تسأليه السؤال كان هو أنت فعلا مناخيرك بواظت أنك أنت كنت بتشمي مخدراتك طب قولي إن أنا كنت باخد حق قولي إن أنا بشرب حشيش قولي اللي أنت بس ما نجيش ناحية مناخيري يا إخصى عليك أنا مش عارفة تنفس الأكسوجين حتقولي يلا ما تدائش من ده أكتر ما تدائن هي كان خضت في عرضك يعني أو تتكلم في جزء ده ده أصلاً بعد الحلقة هي ما فكرتش أن أنتو تتصلحوا أو هي كلمتك بعدها وصلاً في صور نزلت بعد الحلقة وتصورتوا مع بعض أنا ما اتكلمتش معيها لأنها برضو يعني صاحبة مرض ومريضة عندها سكنسر وبنشفيها يا رب وأنت شايف أنها شكلها مريض فأنا بالنسبة لي أنا ما يعني سكت 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 وفي الآخر ربني سامحيك وأنا مش أصلي هرود أقولي كلمك اللي أنت أصلاً كان عندك ردوك كتيرة بس كتفيت أن هي في ديئة أنت مش عايزة تعملي كما هي عملت معيك من الزغط منها لله مشكلتك مع نزار كان هما بيتناولوا حاست أنت دائت أن هما بيتكلموا في ده بس هما ما كانوش هما نزار هو اللي قال كلام ما كانش مفروض يتقل وطبيعي قوي لما نزار يقول الكلام لا أكيد هما ما سمعوش مني وما سمعوا مني بعدين فهما سمعوش مني وما سمعوا منه بس اللي ما سمعوا مني والناس كلها قدد إن صار بردو وبس ما بردو فتحت الموضوع ده معي بردو دي نعم ما عايزة أي حاجة سبايسي أي حاجة فيها شطة وفلفل ومالحي ما خليكي ممكن ما تظهريش معاها تاني أو في برامجة زي كده ولا لا أنا اللي أعرف أن ده آخر آخر شيخ عرفين هتعمله ما فيش سيزون تاني ما عرف هتبطل بعض البرنامج ده لأ أنا سمعته كده الله أعلم كرام دحية بس أن أنا أطلع معاها تاني لما تهيئيش